اهلا بسهلا بكم حياكم الله طبعا بحلقة جديدة من برنامج سيدتي اكيد اول شي ارحب فيكم وبزميلاتي رؤى وعبير حياكم الله اهلا بسهلا يا رندا وطبعا اهلا بسهلا برؤى وبساعدة من المشاهدين كمان اهلا يا عبير اهلا يا رندا اكيد اولا ما نبدأ حلقتنا اليوم لازم نركز على اخر الاخبار المداولة عبير ايش عندك اخبار اندريكم اليوم خبر انساني مرة جميل يعني من الاخبار اللي انا اسعدتني شخصية لاني انا حب الاعمال الانسانية وغير انه عمل انساني كانت فعلا عمل بطل من فتاة بطلة هي طفلة ولكن فعلا طفلة بطلة ممكن تزرع فينا كلنا الانسانية وحب الخير قامت الطفلة البطلة ندا الغامدي بمشاركة في مبادرة مبادرة اسمها رحمة لكسوة الفقراء هذه المبادرة نفذتها ادارة الامداد والتموين الطبي في صحة المدينة المنورة اللي تسعى طبعا لتقديم كسوة الشتاء للعمالة والمحتاجين الحلو في الموضوع انه ما كان ندا الغامدي بس من احدى الاشخاص المشاركين وما اقتصرت المشاركة على ندا وعلى فريق الامداد ايضا لتبع المستشفى لا كمان تمت المشاركة من قبل كثير من الاشخاص ذوي الهمم وهذا شيء فريحنا ويسعدنا كثير ان هم يشاركوا في عمل اجتماعي وطبعا عمل انساني اكيد طبعا يا عبير ورندة وحنا عشان ناخد الموضوع هذا بتفاصيل اكثر كمان لازم انه ناخد مداخلة هاتفية ونسأل عن بعض التفاصيل ارحب ماي عبر الهاتف بالاستاذ وداد العنزي منير عام الشؤون الصحية والامداد بصحة المدينة استاذ وداد اهلا بيك في البداية احب اعرف عن مبادرة رحماء اللي اطلقتها ادارة الامداد والتموين الطبي بصحة المدينة المنورة كلمينا عنها شوي اول شيء طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم اشكركم على هذا التواصل وعبراس دور المبادرات طبعا هذه المبادرات عبارة عن مبادرات اطلقت في يوم التطوع العالمي تحت شعار تطوع صحة اثنين هذه المبادرة طبعا اطلقت من بين خمس مبادرات لدارة الامداد طبعا تميزت هي بمشاركة تولهمة وكان ابرد ما فيها هي ندى عبدالله الغامدي المبادرة كان اسمها رحماء اقترح المبادرة كان الاستاذ عبدالله سعيد الغامدي مدير الشؤون فنية في الامداد كان عدد المشاركين في المبادرة 17 شخص من ادارة الامداد وستة اطفال تمت مشاركتهم مشاركة مباشرة وميدانية ما بويهم نفذت المبادرة في المدينة المنورة طبعا سكن العمال لدى ادارة الامداد والعاملين في المحطات البنزين المجاورة الدعم كان خيري من الزملاء في ادارة الامداد والكمين الطبي هذا العمل كان تطوعي بدون مقابل مادي هدفه كان يلمس احتياجات المحتاجين من العمالة الوافدة والشريحة المحتاجة لملابسة الشتوية زي ما انتوا شايفين نحن دخلنا على موسم الشتاء للوقاية من البرد طبعا تفاصيل المبادرة المبادرة هي عبارة عن حقيبة تم تحطيرها مسبقا في بيوت الزملاء مشاركة مع اهليهم كانت الحقيبة عبارة عن جكة وقصاز وقبعة واجراب وشال بالاضافة الى ثلة فواكه فهي تقريبا هذه النبضة المختصرة عن المبادرة يعني الصحتي احنا من جد شاكرين لك انه انتوا تقوموا بمثل هذه المبادرات اول شي احنا بنعمل حمل انساني وعمل خير يدخل السرور لقلب كثير من الاشخاص المحتاجين ممكن لمن احد تاني يشوفنا ما يكون محتاج ولكن يفكر انه هو يعمل حاجة زي كذا لانه الابتسامة من جد صدقة مجرد ان احنا نبتسم في وجه الناس فهذه صدقة وهذا الشيء نشكر عليه جميعا فعلا نعطيكي الف عافية شكرا لهذه المداخلة